نصيحة المشاهدين فيما يسعلقوا بالشيك الشيكرا مشي مجرد ورقة الشيكرا هو ورقة من أوراق تجارية بطبيعة الحال هو أداس وفا هو أداس آداء ولكي را كي أدي واحد دور كبير جدا كي حميكو من سومق باش هزوش فلوس وللنقود وكي حلمح النقود في الآداء فالله يجازيكم بيخال قبل ما نعمر شيك قبل ما نعمر شيك نشد هذا الشيك مزيان ونشوف البيانات الإلزامية لخولي والفراد المشرع وضروري قبل ما نصدر شيك قبل ما نصدر شيك نشوف واش كين عندي الماء هنا في البنكة ولا ما عنديش ولكنت عندي الماء هنا نحدد قيمة الشيك بهذه الماء هنا اللي عندي في البنكة ولما كانش عندي ذاك الماء هنا فبالأحرق أني ما نتعاملش بهذه الشيك بصفة نهائية الشيك على سبيل الضمان الله يجازيكم بخير الشيك على سبيل الضمان وخل واقع وخل إكراه وخل ضغط كيف فرض عليك بأنك تعامل معه ولكن ضروري يخصك تحميه نفسك إلا كنت فيما صحة وفرضات علي أن أدي شيك على سبيل الضمان فمن بها بس نعيط على مفوض قضائي ويعايل لي ذاك الحالة دي الفرض دي لذاك الإكراه دي الحالة بذالية معاينة ويطيني محضر لكن هذا الشيك على سبيل الضمان راكي تعاقب السيد ليك يعطيه والسيد ليك ياخده الشيك راهماشي مجرد وراقة ما نبقاوش نتبعو الأهواء ديالنا والشيك حتى ولو درتي فيه شي تاريخ وكتقول لأغلبية الناس والمشاهدين والمواطنين كيقول كسي ديالنا الشيك هنحروا في 2020 وما نقول لي ما ندفعو تل 2021 را الشيك بمجرد ما كتعطيه المستفيد بمجرد ما كتعطيه المستفيد را هيقدموها حتى ولو ستضمن تاريخ لاحق أو لتاريخ ديال 2020 فردوا بالكم الله يجزيكم بيخير ردوا بالكم ردوا بالكم لأنه لدي السيدي لاش كنقول لكم بأن هذا الخطورة كجيب أن السيدي قدر يكون يصافر مع والدي الزوجة دياله الوليد دياله غادي بشي عطلة وفي الأخير كيتفاجئ بأنه راه هو مستارق بحث من أجل واحد الشيك حيث يتضمن مبلغ زهيد فالله يجزيكم بخير الشيك إذا كانت عندك الماء هنا أعطيه الشيك على سبيل الضمان ما تعطيش والله يجزيكم بخير وانتمنى تكون هذه الحلقة هي فيها وعي حقوقي وقانوني لجميع الفئاس وشرائح المجتمع إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والشراك بقناة شادا تيفي مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد مع شادا بحل المشاهدة شادا أول قناة فنية بالمغرب